أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان كتير من الناس عم بيمروا في ظروف صعبة وعم بيشعروا كأن الأمور اتفلتت من إيديهم عم بيحسوا أن الظلمة قوية والباطل قوي واليأس أقوى وأنه في قوات سلبية عم تعمل في هذه الأيام اللي بتترك الإنسان المؤمن بحيرة ومش فاهم أو مدرك كل الأمور طبعا هذا كله بيتعلق بتركيبة الشخصية الشخصية المجددة الشخصية اللي اختبرت خلاص الرب يسوع اللي اختبرت الغفران الحقيقي والحياء الأبدية هذه الشخصية اللي دايماً بيستمر التغيير فيها بشكل يومي حتى نتشبه بصورة يسوع المسيح وأنا عاوز أشجع كل إخوت وأخواتي عاوز أقول أنه في قوات لا تتزعزع ولا تتقهقر ولا تتراجع إلى الوراء ولا استحال أنه تنهزم لكن عندما تكون عيوننا على المصدر ونستقي من المصدر فلابد أن يكون عندنا قوات تستطيع أن تهزم كل الأعداء التي نواجهها سواء من الخارج أو حتى من الداخل من الشكوك وعدم الإيمان والإحباط واليأس والظلمة والإفلاس والبؤس والفقر وهكذا يعني ففي قوات قوية لا تقهر أنا عاوز أتكلم بشكل سريع أول شيء لازم ندرك أنه النور أقوى من الظلمة فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه فإذن قوة النور أقوى من الظلمة حتى لو امتلأت كل الغرفة بالظلام تحتاج فقط أنك تشعل شمعة صغيرة تضيء كل الغرفة فالظلمة تهرب من النور وهكذا أحبائي نور الهداية من خلال يسوع المسيح قال يسوع من يتبعني لا يمشي في الظلمة وكلمة الله أيضا نور سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي فتح كلامك ينير يعقل الجهال فإذن بهذا النور تستطيع أن تبدد كل ظلمة والنور أيضا بيفضح كل ظلمة شيء ثاني الحق أقوى من الباطل ودائما نلاحظ كثير من الناس الأصواتها عالية وتدافع عن إلهة وتدافع عن عقيدتها وفي ناس طبعا قوات سياسية قوات مظلمة بتحاول بشتى الوسائل تسكت أو تخفض صوت الحق لكن قال يسوع المسيح أنا هو الطريق والحق والحياة وهو الذي قال كلامك هو حق فإذن هذا الحق هو ضد كل ضلال وكل باطل فطبعا إذا فيه أشياء مزيفة في الحياة وإذا فيه أشياء مش مظبوطة ومظلمة الحق بيفضحها ليه لأن الحق هو يسوع المسيح فهو مصدر الحق وهو نبع الحق بل مصب الحق وهو الحق كما قال عن نفسه أيضا ثم شيء ثالث أحبائي المحبة أقوى من الكراهية من السهل أنك تكره لكن المحبة اختبار المحبة عمل المحبة لغة المحبة تعبير أو كما يقول الكتاب المحبة يعني قوية كالموت المحبة لا تنهزم المحبة تطرد الخوف إلى خارج فالإنسان المليان كراهية ما إلو أي علاج إلا علاج المحبة وهذا عن طريق قوة الروح القدس عندما نمتلئ من الروح القدس الله بيملأنا محبة لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا ثم أحباء المسامحة والغفران أقوى من الحقد والانتقام كم من الدول اللي اتدمرت كم من الحضرات اللي اتدمرت كم من المشاكل الأسرية حتى بين الإخوة بسبب الحقد بسبب حب الانتقام المسامحة والغفران ليست ضعف لكنها قوة داخلية لا تهزم فإذن عندما تغفر أنت تتخرج من السجن الذي أنت فيه شيء آخر الحياة أقوى من الموت قال الرب لموسى قد جعلت قدامك الحياة والموت البركة واللعنة فاختر الحياة فشيء طبيعي الحياة أقوى من الموت وهكذا البركة أقوى من اللعنة يعني فيه قوة كما أنه فيه ناس تستخدم أعمال سحرية وظلمة وشر وقوة شياطين هكذا فيه قوة البركة لما الكتاب بقول باركوا ولا تلعنوا باركوا وأحسنوا إلى مبغضيكم فأنت بتطلق سلطان قوة البركة اللي بتهزم قوة اللعنة ثم الفرح أفضل من الزعل والكآبة والوجه العابس والحرية أقوى من العبودية فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا أنا بتكلم عن الحرية الحقيقية الكتابية مش أي حرية أخرى حرية سياسية أو كما ينادون بالحريات ممكن شخص ينادي بكل أنواع الحريات ولكنه مستعبد داخليا من يفعل الخطية فهو عبد للخطية إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا وتعرفون الحق والحق يحرركم ثم أحبانا تكلمت عن قوة الروح القدس هي القوة التي تحيي هي القوة المفعلة المشغلة هي قوة ضد قوة الجسد ففي الإنسان بيتحارب من الشيطان من العالم من الجسد من كل أنواع التجارب ولكن عندما نمتلئ من الروح القدس فقوة الروح القدس تستطيع أن تهزم كل شيء بالحقيقة كل اللي تكلمته ما فينا نعمله بدون قوة الروح القدس قوة السلام أفضل خير من الخصام والمصالحة أقوى من المسافحة أو المسالحة أنت لما بتتصالح أنت بتبني علاقات وبتسترد أمور كثير في حياتك عاوز أقول الرجاء أقوى من اليأس والإيمان أقوى من الشكوك فإذن كيف أنا بحصل على هذه الأمور أنا محتاج أتغير في محضر الله كلما كنت في محضر الله بتغير وبتشبه بالرب يسوع المسيح عندها لا مجال للعداء ولا للكرهية ولا الخصام ولا للسيف والحرب والعنف لكن للمحبة والغفران والسلام قوة الإيمان التي تنقل الجبال والتي تشفي الأمراض الداخلية النفسية والجسلية والروحية أيضا ثم محتاجين لما نصلي بمحضر الله نصلي باسم الرب يسوع المسيح ومحتاجين نقرأ كلمة الرب كلمة الرب هي اللي بتغزينا هي اللي بتحصنا بتعطينا المناعة خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك ومحتاج أمتلئ يوميا من الروح القدس هذه القوات أحبائي لا تقهر فعندما أكون مليان بالرب يسوع أكون مليان بهذه الخصال وبهذه القوات التي ستغير العالم كون شخص ممتلئ من الروح ممتلئ بيسوع ممتلئ من الكلمة ممتلئ من الإيمان والرب رح يساعدك أنك تكون قوة إيجابية في هذا العالم ربنا يباركك شارك هذا الفيديو مع الآخرين رب يكون معك